مفاجآت مدوية تشهد انتخابات النادي الاهلي اليوم تقدم للترشح العمري فاروق ومعلن ان ترشحه على قائمة كابت محمود الخطيب نائبا وترشح اخر على منصب الرئاسة وازدادت العملية سخونا وازدادت التكاهنات ولم يتقدم خالد مرتاجي وانباء عن مفاجآت مدوية قبل ما اكلمك في الانتخابات لازم اكلمك على صحة حبيبنا وصديقنا العزيز ونجم ماصر واسطولة الاخلاق كابت محمود الخطيب اللي كلنا بنحبه وبنحترمه ونقدره ونراه نموذج رائع وقدوة طيبة للشباب كابت محمود الخطيب في المستشفى الموضوع بسيط جدا يعني لا ابدا ما يستحقش ان الناس تنزعج لان انا شفت الاف الرسائل عندي موجودة طب مننا على كابت الخطيب طب مننا على كابت الخطيب انا عملت لايف مخصوص الفجر قبل الفجر قلت فيه الموقف الموقف كان فيه بعض المواقع وفيه بعض الصفحات قالت ان كابت الخطيب تعرض للإصابة بكورونا وان بقى كل الناس اللي سلم عليهم والناس كبيرة السن وكل الحاجات دي لا هذا الامر لاساسها لو من الصحة الامر مرتبط بالعين اليمنى لدى كابت محمود الخطيب شعر فيها بألام تقريبا الناس بقى ارتفاع في ضغط العين حاجة بالشكل ده كده لكن الحمد لله الحمد لله تم اتخاذ الإجراءات اللازمة هو لازال في المستشفى بفضل الله تعالى لازال موجود في المستشفى بفضل الله تعالى وزار اليوم عدد من أصدقاءه والشخصيات المقربة منه كان في مقدمتهم العمر فاروق اللي يجب الإشادة به وتقديره لأنه زار كابت محمود الخطيب وهو نائب الرئيس الناد الآلي ووالده ووالده حج فاروق في حالة صحية تعبانة لكن شفاه الله وعافية ربنا يشفيل والده سادة الوزير العمر فاروق كان فيه كلام على استبعاده من قائمة كابت محمود الخطيب وخروجه من قائمة كابت محمود الخطيب لكن إن كابت محمود الخطيب في لحظة النهاردة يعني أعلن معاه الدرندلي عفوا العمر فاروق نائبا والدرندلي خارج القائمة وخالد مرتجي أمينة للصندوق وتقدم العمر فاروق بأوراق ترشحه على منصب النائب على منصب النائب وده قطع كل المحاولات الذي يقوم بها بعض الشخصيات للمصالحة بين كابت محمود الخطيب وخالد الدرندلي طب خالد الدرندلي استبعد ليه؟ قالوا إن خالد الدرندلي مر فيه أمور مالية هو رجل بنكير شهير وكان زمنصب رفيع في أحد البنوك المصرية العظيمة في بنك مصر يعني ثم استقل منه وتفرغ للعمل الخاص من عيلة محترمة والدته الحجة هو ده كان عنده مجلس إدارة والده كان عنده مجلس إدارة وجزوره داخل الناد الأهلي خالد الدرندلي وبالتالي شخصيات عظيمة جدا في النادي انزعجت لاستبعاد خالد الدرندلي فكانت عاوزة تقوم بدور مصلحة بحيث يبقى لو كابت محمود الخطيب في حرج من خالد مرتاجي وترشحه على منصب فوق يعني لأنه كبير وحاجات بالشكل ده كان موعود منصب النائب مثلما يقول خالد مرتاجي فلا يبقى خالد العامري فاروق قطع الطريق وانتهى حواره مع لا العامري فاروق مترشح مع كابت الخطيب مش بعيدا عن كابت الخطيب لكن هو مفترض كان إيه اللي بيحصل القايمة كلها بتتجمع ويوم الجمعة بيروحوا يدله بكلهم كده بربطة المعلم بيروحوا يقدمه الظروف دلوقتي فيه المشهد فيه حالة من الارتباك نتيجة مرض الكابت المحمود الخطيب ونتيجة مرض الحج فاروق والد سات الوزير العامري فاروق فخلى سات الوزير العامري فاروق النهاردة يتقدم للترشيح لكن لم يتقدم خالد مرتاجي ليه لم يتقدم خالد مرتاجي اليوم هو اليوم شديد يوجه إلى خالد مرتاجي على أنه بيعتدي على صديق عمره على صديق الطفولة على الخالدين كان كل الناس بيتكلموا على الخالدين مع بعض خالد مرتاجي وخالد الدرندالي فده خلى الدنيا تدفع بخالد مرتاجي إنه هو يقبل الترشح على منصب أمين السندوق عشان يبقى ضد صديق عمره لكنه لم يتقدم بأوراق ترشحه اليوم وبكرة على الساعة سبعة كله هيكون متقدم بأوراق ترشحه للانتخابات النهاردة المفاجآت عمالة تتوالى المفاجآت عمالة تتوالى من ضمن هذه المفاجآت أنا قلت لكم في اللايف اللي أنا عملته قبل الفجر قائمة الكابتن محمود الخطيب ولم تكن تحتوي على اسم كابتن حسام غالي ليه؟ لأنه شركة الأهلي لقرأت القادة وطالها موجود في الشركة قال لك ما ينفعش يترشح إلا لو مر عليه عمين خارج الشرك عمين خارج الشرك فبالتالي هو ما ينفعش يترشح النهاردة كابتن أحمد شبير وهو رجل مقرب من صناعة القرار في النادي الأهلي قال لك أكبر المفاجآت حسام غالي في قائمة الكابتن محمود الخطيب حسام غالي في قائمة الكابتن محمود الخطيب ومن المفاجآت أيضا خروج الدكتور محمد صراج الأستاذ بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس الإدارة عن الشباب من قائمة الكابتن محمود الخطيب رغم أن صراج من الركائز الأساسية لقائمة كابتن محمود الخطيب ومن الشباب وعنصر شاب وعنصر مميز وبيحظى بدعم كبير من الشباب وله مكانة كبيرة جماهيرية وبالتالي كل الناس قال لك استحالة يخرج من القائمة دلوقتي المؤشرات اللي جاية والمفاجآت اللي جاية أن صراج خارج قائمة الكابتن محمود الخطيب وده في حد ذاته مفاجأة مدوية 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 أنصراج يبقى خارج قائمة الكابتن محمود الخطيب رغم أنه مسؤول عن الاستاذ الملف بتاعه الاستاذ ودلوقتي الأهلي بيجرى بيعمل موضوع الاستاذ فالأمور دي ما تعرفش إذ الذي يحصل أو إذ الذي يجرى ولا إيه اللي يعني كده فبيقال إن صراج هيبقى برة ومهند مجدي اللي كان برة هيستقيل من وجوده في الله ما صار سيدنا النابل في نادي سيت كلاب هو مشرف فيه على الألعاب الفردية ويستمر فيه النادي الأهل فالنهاردة المسائل لعبة الكراسة الموسيقية طالع نازلة وبقرة تظهر مع غلق باب الترشح في الانتخابات لكن المفاجآت مدوية قال لك في واحد خلد عبدالقادر أنا ما عرفوش وأول مرة بسمع باسمه قالوا إن خلد عبدالقادر كابتن محمود الخطيب استقر على تواجده